تبخرت أدلة من وسط من عايشوها في نابولي لم يتذكر أي من معارفها الذين تحدث إليهم الصحفيون أنها أبلغتهم بخططها لمغادرة إيطاليا الحقيقة أن الوقت الذي اختفت فيه أسطورة ماريا أدلة من نابولي كان نفسه وقت إعادة إحياء أولجا كولوبوفا ضابطة المخابرات الروسية في موسكو لتستمتع بحياتها في شقتها الجديدة في العاصمة بعد أكثر من ثلاث سنوات بقليل من اختفائها من نابولي وفي أربعة ديسمبر عام 2021 أرسلت ماريا رسالة مشفرة عبر تطبيق واتس آب إلى صديقتها مارسيل سميث تخبرها فيها أنها كانت ولا تزال من أعز الشخصيات إلى قلبها وأن هناك الكثير من الأشياء حدثت ولا تستطيع أبدا شرحها وأنها تفتقدها كثيرا اختفاء شخصية اجتماعية شهيرة مثل ماريا أدلة من نابولي بهذا الشكل كان دافعا لمجموعة من الصحفيين للبدء في هذا التحقيق الذي هزت نتيجته قواعد الجيش الأمريكي وحلف النيتو بدأ الصحفيون البحث داخل إيطاليا وفي الأماكن التي اعتادت أدلة الذهاب إليها لكنهم لم يجدوا لها أثرا في مطار نابولي وجدوا إسم ماريا أدلة ريفيرا مسجلا في كشوف المسافرين في الرحلة المتجهة من نابولي إلى موسكو بتاريخ 15 سبتمبر عام 2018 فانتقل البحث من إيطاليا إلى روسيا سافر الصحفيون إلى موسكو وبمساعدة مجموعة من المتعاونين والأصدقاء هناك بدأوا بحثهم عن قشة وسط الملايين من البشر في مطار موسكو وبالبحث في قوائم الوصول على نفس الرحلة القادمة من نابولي إلى موسكو لم يجد الصحفيون إسم ماريا أدلة مسجلا في قوائم الوصول في مطار موسكو كما لم يجد المحققون أي أثر في السجلات الرسمية في موسكو لشخصية بإسم ماريا أدلة على الإطلاق وهنا أدرك المحققون الصحفيون عدم جدوى البحث من خلال الأسماء فانتقلوا إلى تقنية البحث الحديثة من خلال الصور باستخدام تقنية البحث عن الوجه في قاعدة بيانات جوازات السفر الروسية المترامية الأطراف لم تظهر النتائج الأولية أي تطابق مقنع في تشابه الوجه بين صورة أدلة وأي سيدة روسية وبالتحليل الدقيق لأحدى النتائج ظهر تطابقا كبيرا بين صورة أحدى الشابات وتدعى أولجا كولوبوفا وبين ماريا أدلة رغم أن نسبة تطابق الوجه كانت كبيرة إلا أنها لم تكن كافية لإثبات أن تلك السيدة هي نفسها ماريا أدلة لذلك كان لابد من البحث عن دلائل أخرى بإجراء بعض التحريات في القاعدة الرقمية للسجلات الرسمية في روسيا عن أولجا وجدوا أنه لم يكن هناك نشاط أو تسجيل في أي أوراق رسمية باسم أولجا كولوبوفا في روسيا قبل عام 2018 وهو الحال الذي تبدل تماما في نوفمبر من عام 2018 وهو التاريخ المقارب لعودة أدلة من نابولي إلى موسكو ففي نوفمبر من عام 2018 اشترت أولجا كولوبوفا سيارتها الأولى في روسيا من طراز أوديسري وهو نفس نوع السيارات المفضل لدى أدلة وقت أن كانت في إيطاليا كما اشترت شقتين في موسكو يتجاوز ثمن إحداها 800 ألف يورو في حين أن أولجا المشتبه بها كانت مسجلة في البيانات الرسمية في روسيا على أنها تعمل كاتبة في هيئة المعاشات التقاعدية كما شاركت أولجا في إحدى المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام قواعد بيانات قديمة تمكن فريق التحقيق في النهاية من تعقب الوجود الرقمي السابق لأولجا في روسيا حتى عام 2005 وقبل تكليفها بالمهمة كما استطاعوا تعقب تاريخ والدها الذي كان رئيساً للكلية العسكرية في جامعة الأورال في إيكاترينبرغ حتى تقاعده في عام 2007 وحصل على العديد من الأوسمة لخدمته في أنجولا والعراق وسوريا وهو ما يرجح أن مهمة كولوبوفا في إيطاليا كانت استخباراتية فغالباً ما تلجأ المخابرات العسكرية الروسية إلى اختيار عملائها من بين أبناء العسكريين ذو الخلفيات الاستخباراتية في النهاية حصل فريق الصحفيين على صورة حديثة لأولجا كولوبوفا والتي كانت متطابقة تماماً مع صورة ماريا أدلة بحث الصحفيون عن رقم هاتف أولجا على برنامج واتساب ووجدوا دليلاً قوياً على أن أولجا وماريا أدلة هما بالفعل نفس الشخص فالصورة التي استخدمتها ماريا أدلة كملف تعريف خاص بها على تطبيق فيسبوك هي نفس الصورة التي استخدمتها أولجا لملف تعريفها الشخصي على برنامج واتساب أصبح الآن من المؤكد أن أولجا كولوبوفا هي نفسها ماريا أدلة لكن الشك كان لا يزال يساورهم عن دورها الحقيقي في إيطاليا هل كانت بالفعل جاسوسة أم لا؟ تشابه رقم جواز سفرها مع أرقام جوازات سفر جوازيس آخرين في المخابرة العسكرية الروسية وهروبها من إيطاليا بعد القبض على أحد الجواسيس الروس في لندن وتعمد إخفاء شخصيتها الحقيقية من السجلات الرسمية الروسية وعمل والدها في بعض المهمات الخاصة خارج روسيا كل تلك الدلائل ترجح أن مهمة أولجا في إيطاليا كانت بغرض التجسس لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة اليقين استطاع الصحفيون في النهاية بمساعدة مجموعة من المتخصصين في برامج التجسس اختراق مكالمة تلفونية لأولجا مع رؤسائها في المخابرات العسكرية الروسية بعدها أصبح من المؤكد أن أولجا كولوبوبا كانت جاسوسة استطاعت المخابرات الروسية زرعها في نابولي على مدار تلك السنوات كل المحاولات التي بذلها المحققون الصحفيون في التواصل مع أولجا سواء بالتواصل الشخصي أو من خلال الهاتف أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كلها باءت بالفشل كما رفضت الصفارة الروسية الموجودة في إيطاليا الإجابة عن أي سؤال متعلق بشخصية أولجا كولوبوبا ومهمتها الحقيقية في إيطاليا وتحت إلحاح الصحفيين جاءهم الرد أخيرا من الصفارة الروسية عن طريق البريد الإلكتروني يحمل رسما كاريكاتريا ساخرا وعليه تعليق يقول إذا رأيت الجاسوس الروسي في كل مكان فربما أنت تقرأ صحيفة لاري بابليكا تعتبر مهمة أولجا كولوبوبا التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمان كجاسوسة داخل حلف الناتو من أنجح المهمات للمخابرات الروسية في العصر الحديث خاصة أنها أنهت أسطورتها في نابولي دون أن يتم القبض عليها من قبل جهاز الاستخبارات الأجنبية المضاد أما عن حجم المعلومات التي تمكنت كولوبوبا من الوصول إليها في حلف الناتو أو الأسطول السادس الأمريكي أثناء وجودها في نابولي أو المعلومات التي قدمتها لموسكو فلا يمكن معرفتها حتى الآن بشكل دقيق خاصة أن الشبكة التي كونتها أولجا كانت كبيرة ومتشعبة وخاصة جدا في أحيان كثيرة ولم تقتصر على أوروبا وحدها بل امتدت إلى دول أخرى يؤكد الصحفيون الذين قاموا بالتحقيق والكشف عن الجاسوسة أولجا كولوبوبا على أن أجهزة مكافحة التجسس الغربية أو جهاز الأمن الداخلي لحلف الناتو لم يكونوا على علم بوجود جاسوس عسكري روسي يقع بالقرب من مركز قيادة القوة المشتركة لحلف الناتو في أوروبا وعندما حاولوا التواصل مع قيادة الحلف في إيطاليا رفض المتحدث باسم حلف الناتو الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع حتى كتابت تلك السطور لا تزال التحقيقات السرية جارية داخل حلف الناتو وقيادة الأسطول السادس الأمريكي لمعرفة حجم المعلومات الحقيقي الذي استطاعت الجاسوسة الروسية الحصول عليه قبل هروبها اشتركوا في القناة